والآن ستفضلوا معنا لنصعد إلى الطابق الثالث أما الطابق الثالث فله أهمية خاصة وذلك لأن مجموعة الطوابق الثلاثة إن المتوقع أن تستوعب أكثر من خمسة ألاف مصل وهذا العدد عادة ما يتجمع في صلاة العيد وصلاة الجنازة والصلاة على الشهداء خاصة وأن المقبرة تقع بجانب المسجد وقد كنا نصلي على شهدائنا في الاعتداءات الصهيونية السابقة على التراب ولا نجد مسجدا يتسع لعدد المخيئين كما وأن هذا الطابق سيتم الاستفادة منه كقاعة محاضرات كبيرة تستخدم فيها وسائل العرض التكنولوجية بهدف توعية الرجال والنساء